استضافت العاصمة النيجيرية نيامي في الرابع والعشرين من أقصص 2024 فعاليات النسخة الأولى لمنتدى شبكة الصحفيين الناطقين بلغة الهوسة في أفريقيا حيث مثل أحد عشر صحفيا الدول العضاء في الشبكة وقد جاءت فعاليات المنتدى الذي أقيم في الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من أقصص 2024 تحت شعار تعزيز السلام والتماسك والهدوء الاجتماعي عبر لغة الهوسة من أجل حماية سيادة الدول الأفريقية وقد شكل هذا المنتدى الأول في أفريقيا فرصة لبدء رؤية جديدة من خلال الموضوعات المختلفة التي تناولها الصحفيون بلغة الهوسة اللغة الأكثر انتشارا في أفريقيا حيث يتحدث بها أكثر من 77 مليون شخص وفي مستهل خطاب حاكم مدينة نيامي أشار إلى أن لغة الهوسة تستخدم على نطاق واسع في وسائل الإعلام والتعليم مؤكدا أن دورها في تعزيز عبعاد السلام ونسيج التماسك الاجتماعي لم يعد بحاجة إلى إثبات كما استطرد قائلا أن التوقعات المشروع قوية جدا من خلال نقاشات الصحفيين في جلساتهم وتناولهم للمحاور المختارة وأنها ستتحقق دون أدنى شك في نهاية المطاف وحسب ما جاء على لسان وزير الإعلام البريد والاقتصاد الرقامي النجيري سيدي محمد راليو فإن النهوض باللغات الوطنية يحتل أولوية تنقصها في سياسة المجلس الوطني لحماية الوطن ومن أجل ذلك يخاطب رئيس الجمهورية الشعب في أغلب الأحيان باللغات الوطنية وأكد الوزير أن عقد هذا المنتدى وهو الأول من نوعه في أفريقيا يأتي في الوقت المناسب لأنه يعزز الثقة بين السلطات والشعب المنخرط في النضال من أجل السيادة الوطنية وأشاد بدور وسائل الإعلام النيجيرية بجميع اتجاهاتها في دعم المجلس الوطني لحماية الوطن وإجراءات الحكومة الخاصة بالحق في الإعلام والحق في الحصول على المعلومات وذكرهم كأفارقة بأن القرى منخرط الآن في معركة ثورية يعود الدور الريادي فيها للصحفيين وأن المعلومات الكاذبة التي تحيكها وثائل الإعلام الغربية ضد الغرى وخاصة بلدان دول الساحل التي تنهض بشرف وإصرار وبراجماتية ضد الاستغلال ستواجه بهجوم مضاد ووصف وزير الإعلام النيجيري الصحفيين بفرسان الكفاح من أجل التحرير الكامل للقرى مشددا القول يجب أن تدركوا أن بلداننا تقاتل من أجل استعادة كرامتها وسيادتها ورحبت رئيسة شبكة الصحفيين الناطقين بلغة الهوسة في إفريقيا حج مريم لوالي سيركن أبزن والدكتور حمزة المصطفى ضيف الشرف من نيجيريا وحج نجاع محمد من نيجيريا جميعهم بإنعقاد هذا المنتدى الذي يخدم التعافي للدول الأفريقية من خلال رؤية جديدة للصحفيين الناطقين بلغة الهوسة في معالجة ونشر المعلومات كما أشاده بصموت الشعب النجيري ودعمه للمجلس الوطني لحماية الوطن في هذا النهج الجديد وفي كلمته بلغة الهوسة ذكر رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية علي محمد لمينزين أولا برؤية المجلس الوطني لحماية الوطن في كفاحه من أجل سيادة النيجر ورغبته في تعزيز العلاقات الودية مع شعوب البلدان الأفريقية الشقيقة قبل أن يحس الصحفيين على احترام أخلاقيات المهنة في ممارسة العمل من أجل الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي في وسائل الإعلام كما أن افتتاح هذا المنتدى الأول للصحفيين بلغة الهوسة كان فرصة لتقديم هدية رمزية لرئيس المجلس الوطني لحماية الوطن من قبل رئيسة شبكة الصحفيين الناطقين بلغة الهوسة في أفريقيا حج مريم لوالي صاحبة المبادرة ترجمة نانسي قنقر